تمخض الغرب فولد إسرائيل تمثلت ككيان هجين من لفيف العالم ورأس حربة تحركها يد قادة الغرب أنتج الغرب مفهوم الحرية وتغنى بها أمام حضارات العالم ولم يدرك أنها ستتبخر يوماً بسبب إسناد نازية الاحتلال في إبادة غزة فشددت دول أوروبية متعددة منع التضامن مع القضية الفلسطينية منذ شهرين خلت وخلافاً للحسبان خرج الملايون في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا وبلدان أخرى بالرغم من صرامة المنع وتبددت خلف عدالة القضية مصداقية الزعماء أمام شعوبهم باتت الشعوب تواجه حقها الأصلي في التعبير عن ذاتها وقناعتها ولم تجد حراكاً فعلياً يعبر عنها بل وجدت قيادتها في خدمة عصبية صهيونية تتحكم بمالها ومقدراتها وهنا ظهرت حرية الشعوب سجينة بيدنا زية بدى لناشطي الغرب أن ما نادت به أنظمتهم كان هراء وزيفاء وذابت قيمهم الهلامية بأول تعريف واقعي لها أمام حرية الشعوب الأخرى تحولت المعركة لطوفان فعلية لم يهدد الاحتلال وحده بل موازين القوى الدولية وهو ما دفع شعبيات الزعماء بالتراجع إلى مستوى لم يسبق له مثيل وهو ما أثار غضب بايدن حينما وجه كلمات صارمة لمساعده أن استطلاعات الرأي بدت منخفضة بشكل غير مقبول بحسب الواشنطن بوست وقبله تصريح نيتنياهو أنه لا يعمل وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أظهرت انهيار شعبيته والأكثر من ذلك ما كانت تخافه أمريكا وإسرائيل وهو سرعة وصول القضية الفلسطينية واكتساحها شعوب الدنيا خصوصاً عند فئة الشباب فحسب استطلاع رأينا أجراه معهد هاريس بجامعة هافورد أظهر أن 51% من الشباب الأمريكي يرون انهياء إسرائيل أفضل حل للقضية الفلسطينية وأن 60% من الشباب الأمريكي يجدون عملية السابع من أكتوبر مبررة بمظلومية الشعب الفلسطيني وأن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية مراقبون تحدثوا أن حرب غزة باتت طاقة تسري في الشعوب لا أحد يعلم كيف سترتد سوى الحقيقة الواضحة أن العالم يجري في أكبر تحول مرحلي بعد انهيار المنظومة الأخلاقية وغياب العظيمات الدولية